موسيقى طيب بدنا نحكي اليوم عن الإفال دغري بدنا نعمل تجربة لأنه يا رب عطي حضر يا رب قبل بمرة عدة مرات لعبنا على كتير عناصر يعني مثلا على الخيل على التمثيل على كذا اليوم بدي ألعب على عنصر مهم هو الوقت بدي أحمل كرونومتر بيدي كل واحد معه دقيقتين ما معه غيره لما تقطع دقيقتين بوقف يعني كل شي بعد دقيقتين مش محسوب كل شي بعد دقيقتين مش محسوب ليش؟ لأنه بدي بهالدقيقتين تفرجون اللي بدي إياه يعني بدي شوف إذا بتقدروا بوقت قليل توصلوا الفكرة اللي بدي إياها فكرة بسيطة كتير بيجي أنا اليوم بقلكم وأنا معي وراء وقلم لأفسر لكم كيف واحد بشرح الفكرة يعني كيف بيوصل للهدف اللي هو بدي إياه أسرع وأحسن وبطريقة أعمى وما تطلعوا كلكم مثل بعضهم أنا بدي أعتبر أنه عندي على المطرح ما نحن على المسرح أنا بدي أعتبره مسرح في عندي تليفون الشخص اللي هو أنتوا يلي فيت هيدا شخص موقوف بالمغفر بالنظارة عند الحبس عم يتحقق معه عم يتحقق معه عم يتحقق معه لقظيمة متهم بشي أوكي؟ وهو بها التحقيق كيف هون بيعطوكم دقيقة على أهلكون بيسكروا الخط عطيوكم دقيقتين لتلفنوا لحدا ميم ما كان يكون من وقت ما تفوتوا انتوا وتحملوا التليفون أنا ببليش بالدقيقتين بدكم تلفنوا لميم ما بدكم تغنوا اللي بدكم ياه تقولوا اللي بدكم ياه ضروري الأولي يكون جملة يمكن بس لأنه بنا نغني ومعنا دقيقتين فيها نطلع الساعة هونيا فيها نطلع الساعة مدام؟ انت عم تتمرن طلع الساعة ما تفرق معك على المسرح أوكي هي لأنه مثل ما تقولين للصورة هي نحن بحبس وديتان نطلع الساعة هنا بيقض شو لك الخط ما فيه شو تطلع الساعة المشتركين معك ساعة بس انت لما تطلع على مسرح عادة ويكون فيه مثلا مسرحية استعراضية ما انت بتبقى مترامة بدون ما تطلع على الساعة يعني بتبقوا انتوا متمرنين أنه أنا بدي خلص هوني بدوا ينزل شيء وراي بدي أرجع لواري تمرن علي وتمرنوا علي مع الساعة برا وفوت عملوا هي ذاتة لا تطلع على الأد وما تطلعوا برا الموضوع هو أنت بحبس وعم دقي التليفون لبرا كيف لازم انتوا تفكروا بالموضوع اللي أنا عطيتكم فهمتوا شو عم قول اشتركوا في القناة